النهاردة الاتحاد السكندري بيعلن توجيه الشكر للكابتن حسام حسن والجهاز الفني اللي معاه وبالتالي طبعاً الحاد السكندري طبعاً كان فترة اللي فاتت كان بيبني فريق مع كابتن حسام السنة اللي فاتت كان ماشيه بشكل كويس السنة دي الحد ما في بعض الامور الفنية اللي ممكن في اختلاف وجهات ناظر ما بين الجهاز الفني كابتن حسام حسن وحج محمد مصرح رئيس النادي ومجلس الادارة في ان كابتن حسام حسن حتى الان او الامور مش ماشية او حابين يجدده بفكر جديد في الجزء الفني بالنسبة للاتحاد السكندري لكن بيتم فسخ العقدة مع كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني الموجود في الوقت الحالي وكابتن في بعض الاسماء اللي ممكن تكون بتقترب من القيادة الفنية بالنسبة ليه نادي الاتحاد منهم كابتن عماد النحاس ايضا بنتكلم في بعض اللعبين او مدربين اللي ممكن يكونوا في الوقت الحالي برضو يعني كلام عليهم سبستيان دي سابر طبعا المدير الفني السابق بالنسبة ليه نادي الاسماعيلي احد طبعا مدربين المميزين يعني دي اسماء مطروحة في خلال 48 ساعة وده اللي قاله لمجلس دارة النادي الاتحاد ان في خلال 48 ساعة هيتم التعاقد مع المدير الفني الجديد بالنسبة لنادي الاتحاد طيب في بعض القرارات برضو كانت موجودة بالنسبة ليه النتائج السيئة في الفترة الفاتت بالنسبة للاتحاد اخرهم الاسماعيلي وفوزو على نادي الاتحاد 3-2 وقف جميع المسحقات المالية بالنسبة للعبي الفريق الاول لحين تحسن النتائج ايضا خصم 5% من عقود اللعبين جميع اللعبين مش تعيبة معينة جميع اللعبين وايضا زي ما قلت احادكم الاعلان عن المدير الفني الجديد في خلال 48 ساعة دي القرارات الخاصة بمجلس دارة النادي الاتحاد برأس طبعا حجي محمد مصالحي ترجمة نانسي قنقر